اعتذت قوات الاحتلال الاسرائيلي على ممتلكات فلسطينية من خلال هدم منازل وقاعة افراح وجدران استنادية وغيرها في مختلف المحافظات وهدمت قوات الاحتلال منزلا قيدا لانشاء بحجة البناء غير القانوني وبئريني لجمع مياه الامطار كما وازالت 15 عمود كهرباء في منطقة خل الطاها في بلدة بيت عوى جنوب غرب الخليل وفي بيت لحم هدمت عددا من الجدران الاستنادية في اراضي زراعية بقرية باتير اما في رامالله فهدمت سورا زراعيا في نعلين بحجة قربه من الجدار الفاصل وفي طول كرم هدمت جرفات الاحتلال قاعة افراح على مدخل قرية جبارة جنوب طول كرم مساحة 900 متر مربع عقب اقتحام المنطقة برفقة ثلاث جرفات ثقيلة قامت بهدم القاعة بشكل كامل بحجة البناء غير المرخص اما في القدس المحتلة فاخترت قوات الاحتلال الاسرائيلي بهدم عمارة سكنية ومنزلين في منطقة وادي الحمص جنوب شرق المدينة بتكلفة اجمالية 800 الف شكل وتواغلت قوات الاحتلال شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة وشرعت باعمال تجريف في اراضي المواطنين الفلسطينيين القريبة من الحاجز الفاصل